أهلا بحضراتكم من جديد في المواجهة دي هنتكلم عن توابع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على المنظومة الصحية وإيه ردود أفعال المواطنين بعد دخول التأمين الصحي محافظاتهم وإمتى يعني يبدأ تطبيق المرحلة التانية من المنظومة اسمحوا لي أرحب بضيفي المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مهندس حسام سأل خير وأهلا بحضرتك في المواجهة وحضرتك طيب يا فنم في البداية كلمنا عن آخر مستجدات المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى الحقيقة احنا حاليا بنجهز لانطلاق النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل في محافظة الأسر تباعا بعدها لإسماعيلية احنا الحقيقة شغالين دلوقتي بنقدر نقول خمس خطوط متوازية للخمس محافظات اللي في المرحلة الأولى حاليا الأسر خلاص قابق أو سينة أو أدنى أن احنا نبدأ تطبيق النظام الجديد فيها الإسماعيلية تباعا طبعا احنا حاليا بنجهز لانطلاق المنظومة هناك تليها على طول جنوب سيناء ثم سويس ثم أسوان طبعا احنا بنجهز دلوقتي بنرفع كفاءة عدد كبير جدا من المستشفيات بالتوازي في الخمس محافظات يمكن بنتكلم في المتوسط في كل محافظة في عندنا ما بين سبع لثمان مستشفيات غير عدد كبير جدا من وحدات الرعاية الأولية اللي هيكون بيتقدم الخدمات الصحية الأولية عن طريقها عن طريق طبيب الأسرة بنتكلم تقريبا النهاردة في كل محافظة لو نتكلمنا على بورسعيد في 32 وحدة رعاية أولية لو نتكلمنا على لقصر في عندنا 59 وحدة رعاية أولية وبالتالي الأعداد في المتوسط بنتكلم من 50 ل70 وحدة رعاية أولية طبعا رفع كفاءة وهيئة الرعاية الحقيقة مع وزارة الصحة وزارة المالية وجميع الوزارات المسندة الحقيقة في مجهود جبار بيتعمل علشان طبعا بعد الأمر الرئاسي بأن احنا نضغط الفترة الخاصة بتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية في عشر سنوات خلى الجميع طبعا النهاردة بيجروا ويتكتفوا مع بعض علشان نقدر نحقق الحلم اللي كلنا كمصرين بندور عليه هاي لأي مدى شايف أن فيه إقبال من المواطنين على تسجيل الحصول على الخدمات الطبية بالتأمين الحال الإقبال من وجهة نظري إقبال هايل جدا احنا النهاردة نسب التسجيل في المحافظات كلها الخمسة اللي في المرحلة الأولى لو كلمنا على بورسعيد احنا عدينا 80% في نسب التسجيل عدد المواطنين اللي توافدوا على نظام التأمين الصحي فيما يخص الخدمات الرعال أولية إذا كان كشف أو فحوصات أو غيره أكتر من 600 ألف تردد نسبة الرضا عند المواطن في بورسعيد تخطت 93% في آخر إحصائية عملت لو كلمنا على باقي المحافظات هنلاقي أن محافظة لقصر قربت لـ 70% محافظة بورسعيد أكتر من 75% في النهاردة إجمالي في الخمس محافظات عدينا 3 مليون و700 ألف مواطن مسجل في المنظومة وده الأرقام هنا بتدول طبعا على الإقبال الكبير من المواطنين على تسجيل بياناتهم وتسجيل بيانات أسارهم وأولادهم علشان يقدروا يستفيدوا من نظام التأمين الصحي الجديد هيل إزاي تطورت منظومة الصحة والعلاج في المحافظات دي وإيه ردود الفاعل من المواطنين بعد ما بدأوا يتلقوا الخدمة الطبية هناك الحقيقة تطور بدأ بأننا الأول كان لازم نغطي مجموعة من حزم الخدمات الصحية نقدر نقول أمراض معينة وخدمات صحية معينة أساسية كان لازم تتوفر لجميع المواطنين اللي منها بتدينا تدريجيا نغطي تقريبا النهاردة في المحافظة اللي بدأناها كأبورسعيد أكتر من 98% من الخدمات أصبحت النهاردة متوفرة في بورسعيد ما بين أدوية ما بين أشعة تحليل عمليات كل علاج أسنان كل أنواع الخدمات النهاردة بقت متاحة ويمكن قريب جدا حتى عمليات الزراعات اللي هي المعقدة وكده هتكون متوفرة في بورسعيد اللي أنا النهاردة بنعتبر أننا وصلنا لنسبة نجاح كبيرة جدا الحياة في تقديم الخدمة في محافظة بورسعيد وأصبح النهاردة المواطن في بورسعيد ما بيحتاجش يسافر ويسيب محافظته علشان ياخد خدمة في محافظة أخرى ويتكبد معاناة السفر إلا النهاردة في حالات ندرة جدا اللي إن شاء الله في القريب العاجل هكون غطيناها بإذن الله في المحافظة نفس الكلام بنعمله في محافظة الأسر إن احنا قبل ما نبدأ وقبل المرحلة التجربية الأولى تبدأ في الأسر نكون جاهزين بكل الخدمات وبكل الأدوية وكل أنواع التحليل والأشعات اللي بيحتاجها المواطن هناك لأن طبعا عملية السفر بالنسبة لأهلنا في الأسر وفي الجنوب عمتا في الصعيد بتبقى عملية مرهقة وصعبة جدا فمن دلوقتي بنحاول بقدر الإمكان نغطي أكبر عدد ممكن من الخدمات الصحية اللي بيها نضمن للمواطن بتاعنا في الأسر إن كل الخدمات تكون متوفرة لي إن شاء الله فور بدء المنظومة ونفس الاستراتيجية بنتبعها في باقي المحافظات إن احنا أولا طبعا زي ما قلت لحضرتك بنرفع كفاءة للمنشآت الصحية الخاصة بالدولة في المحافظة دي زائد إن احنا بنجري تعاقدات مع الكطاع الخاص ومع باقي الكطاعات اللي بتقدم خدمات طبية في الدولة اللي منها بنضمن إن احنا نقدر نغطي أكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية للمواطن في المحافظة دي